في القضاء والمحاكم وفي الصحة والتمثيل السياسي للنساء في المؤسسات المنتخبة والقدرة على الوصول لمراكز القيادة والقرار لا تزال هناك تراجعات حقوقية وانتهاكات تمارس في حق النساء في المغرب وفق تقرير قدمته أكثر من 30 منظمة حقوقية لتتبع إعمال المغرب لبنود اتفاقية سيداو ديما يشوفوا تعتقوا السلطة ديما للرجل ديما كيشوفوا المرأة لمراكز الحق إنها تمارس سياسة لمراكز الحق إنها تتكلمه بالصوت ل الرجال لمراكز الحق إنها تمثل للرجال ديما ترى الرجل 잡아يا ويكون في المرتبة الأولى المرأة الدور لها الوحدة وأنها تبقى فضاء الاتفاقية كنا نخذها في كليتها في شمولياتها ولنش لأنها كتعكس مثل المطالب للنساء في العالم هذه الخاصية الاتفاقيات ولكن كل ما احنا تقدمنا في الاشتغال ديالنا وفي النضال ديالنا الداخلي كل ما نقدره نرفعه التحفظات على المصار ديال النضال الحركة النسائية تلقى ورسنا أن هذه الاتفاقية كتولي كلها منسجمة مع أو كتولي تشريعات الوطنية منسجمة مع الاتفاقية رغم مصادقة المغربي على بنود اتفاقية السدع لا تزال هناك نقاط خلافية تتقاطع مع العرف والدين تحتاج إلى فتح نقاش بشأنها كحرية التصرف في الجسد والمساواة في الإرتي والحق في الإجهاد هناك قضايا اعتبرت بأنها معقدة والمجتمع محافظ فيها لكن تبين بأن المجتمع متقدم وأن عقليات المسؤولين هي المتأخرة وهي التي تعق فتح النقاشات الحقيقية في القضايا الحقيقية التي تهم مستقبل مجتمعنا وفق التقرير أيضا يستمر تزويج القاصرات ولا يزال الإعلام مجحفا في حق المرأة ولا يزال الخوف والتبعية الاقتصادية للرجل تمنع النساء من الإبلاغ عن العنف فضلا عن ظهور أشكال جديدة من العنف في حق النساء العنف الرقمي في المغرب هو شكل جديد غير تقليدي التي تعودنا عليه في الأشكال الأخرى هذه العنف الممارسة على النساء ما شيء هو العنف العادي دي الجسادي لكل شيء تأذرها تأذرها الأسرات تأذرها المجتمع تأذرها البعيد ممكن يأذرها من يمارس عليها العنف الرقمي الكل يتخلى عنها تعتبر هي المذنبة الرقم واحد أدرج التقرير توصيات لمراجعة بنود قانون الأسرة واقتسام الممتلكات وقضايا الميراث وغيرها حتى تتلاءم القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية لوقف التمييز ضد النساء التربية على قيم المساواة بين الجنسين في الإعلام ومناهج التعليم هي أيضا وفق التقرير من مداخل القضاء على كافة أشكال التمييز في حق النساء كما تنص على ذلك اتفاقية سيداو فاطمة بوغنبور الحرة الربط